السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو عاملين ايه نهاردة وصفة جميلة جدا وصفة لتفتيح الرقبة طبعا في اسباب كتير لإسمرار الرقبة وكلنا بنهتم ببشرتنا بس بننسى الرقبة دي تماما فأهم حاجة اصلا في الوصفات وفي الكريمات الرقبة لازم الرقبة يا بنات نهتم بيها كويس جدا عشان بشرتنا كمان تبقى لون واحد تبقى البشرة والرقبة لون واحد ما يبقاش فيه اختلاف في اللون فلازم دايما ونحن بنعمل وصفاتنا الرقبة كمان تبقى معانا في الوصفة عشان توحد اللون تماما وحب اشكر كل البنات الجديدة على وجودكم في القناة بجد بدين لحماس ومشرفيني ومنوريني بجد بجد ويا رب اكون عند حسن ظنكم والبنات اللي طبعا متابعاني من زمان مشرفيني ومنوريني ودايما في دعم منكم بجد بحبكم جدا يا رب يكون الفجهات اللي بنزلها تكون عند حسن ظنكم وكمان اكون بقدر افتكم بجد بالحاجات اللي بنزلها ولو في اي سؤال عندكم وتقدروا تكتبولي في الكومنت وانا هقدر ان انا ان شاء الله احاول انزل لكم كل الحاجات اللي بتحبوها والوصفات وكل حاجة انتو بتحبوها بجد ان شاء الله احاول انزلها لكم في اقرب وقت يلا بقى بينا نشوف ايه هي الوصفة والوصفة يا رب تعجبكم ونشوف بقى هي الوصفة ايه سريعا يلا بينا هقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم واول حاجة هنا معايا الدقيق الديق طبعا في مصر عندنا اسمه الديق او التحين في معظم البلاد يعني يا دقيق يا التحين بقى مش عارف هو اسمه او عندكم بس هو عندنا اسمه الديق الابيض هياخد منه معلقة طبعا الكمية زي ما اتفقنا على حسب ما هتعملي اي يعني عايزة تعملي معيكي تاخدي الابض تاخدي الركب تاخدي اي حاجة تقدري تاخدي تكتر الكمية انا خدت معلقة من الدقيق ومعلقة من اللبن وبعد كده هقلب الاول علشان ابدأ ان انا يعني اقلين الدقيق خالص وبعد كده ابدأ احط المكونات يعني يا دي كده مبدئيا اول معلقة لبن واحدة بس هبدأ بقى ان انا اقلب الخلطة دي كويس جدا زي ما احنا شايفين واهم حاجة زي ما اتفقنا ان لازم نقلب كل المواد مع بعض علشان كلهم يخضوا من بعضهم ويبقى الخلطة معاكي نجحة 100% هبدأ بقى كمان تاني حاجة هبدأ ان انا اخد معايا كمان معلقة من النشا النشا طبعا معروف جميل جدا في التفتيح وكمان بيهد البشرة وكمان بيخلي البشرة نقية كده وصحية وبيسرع على التفتيح والدي ايه كمان على فكرة بيفتح جدا جدا فالتنين بصراحة جمال جدا في تفتيح البشرة لو انت حابة ان انت تعملي حتى مصق سريع مثلا وراك مناسبة وراك اي حاجة وحابة ان يبقى عندك حاجة ليه التفتيح استخدام النشا في اي وصفة او الدقيق في اي وصفة هيفتح معاك بطريقة سريعة جدا هبدأ بقى ادخلهم في بعض وقلبهم كويس جدا هم هيبقوا طعبة هيتقلبهم ان لازم حاجة سيلة معاهم فانا هبدأ كمان انزل معاهم بس لازم ان احنا على قلي بس نقلبها شوية على فكرة ممكن انت هيخففه بمية لو ما عندي كيش لبن او زبادي يعني حسب الحاجة اللي انت حابة تخففي بيها بس طبعا انا بحب احط الفوايد يعني اللبن ليه فايدة الزبادي ليه فايدة المية هتبقى بس مجرد ان انت بتليين الموضوع وخلاص هبدأ بقى اجيب معجون اسنان واي نوع معجون اسنان مش هيفرق معينا اي نوع انا هستخدم اللي هو هنا سجنا المعجون طبعا من احلى الحاجات اللي بتخلي البشرة منتعشة وكمان بيفتح انه انه بيشيل الجير والبياض اللي بيشيل الجير والصفار الا على السنان فده برضك حلو جدا في الوصفات التفتيح لما تخدي معلقة من معجون الاسنان فبجد معجون الاسنان من اجمل الحاجات مع الخلطة جميل جدا 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 في التفتيح وبيشيل اي تسبغات عندك مثلا من قصار الشمس مثلا بقالك فترة كبيرة ما بتهتمش بنفسك اي حاجة مثلا عملية لك اسمرار فبجد حاجة جميلة جدا لما تحط كمان مع الخلطة معجون اسنان وهبدأ بقى ان انا اخفف هنا بمعلقتين لبن عشان ابدأ ان انا اخلي الخلطة لينة معايا ان انا محتاجاها تبقى زي الكريمي بالزبط انا مش عايزة الخلطة تبقى نشفة معايا انا عايزة وقتا ما انا افردها تبقى معايا مفروضة يعني زي اكني حطة على جسم كريم هنا انا بابدأ ان انا اقلبهم وزي ما قلتلك لازم التقليب كويس جدا هنبدأ بقى نحط كمان المكونات اللي معنا هابدأ ان انا احط معايا هنا بس بعد ما اقلبهم كويس هايز قولك الخلطة دي بجدت خطيرة جدا في التفتيح اقدر استخدمها تحت القبط اقدر استخدمها ركب الكوع بلاش البشرة بلاش الاماكن الحساسة هابدأ اخد معايا ربع معلقة من البكينج بودر او الكربونات السوديوم اي حاجة من الاتنين متاح عندك ممكن تحطيه اي حاجة من الاتنين فمش هتفرق يعني يديا ده هابدأ بقى هنا اجيب معايا لمون طبعا لو انت بشرتك بتتحسس من اللمون زي ما اتفقت معاكو نلغي اللمون تماما بس اللمون بيساعد على تسريع التفتيح لو انت عندك اسمرار شديد ففعلا اللمون البكينج بودر والمعجون والخلطة كلها كده على بعضها فعلا هتفتح معاك تفتيح رهيب وانت هتشوفي النتيجة بنفسك قدام عينيكي من اول مرة يعني انت متخيلة لما تعملي حاجة من اول مرة وتبدأ معاكو في تفتيح وفي فعلا نضارة فانت بعد كده لما تجي تستعمليها ثلاث مرات في الاسبوع بجده هتشوفي نتيجة هيلة يعني استخدميها كده ثلاث مرات في الاسبوع هتشوفي نتيجة هيلة 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 هنا انا معلش بقى اللمونة كانت في الفريزر فانا بحاول ان انا اخد اللي فيها ده بس هو كده كده هتبقى في الخلطة هتسيح معايا وهتبوش فانا بس خدت هنا نص لمونة عشان مش هستنى لغاية ما تسيح اه وبعد كده اقلبهم بقى كويس جدا جدا وهي تتفاعل كلها الخلطة مع بعضها اهم حاجة زي ما قلتلك نقلب كويس جدا بصوا بقى انا الخلطة هنا نحب ان هي ده يكون نقومها كريمي تماما طبعا افضل اقلب اقلب عشان ما يبقاش فيها حاجة مكتلة او فيها مثلا حاجة اه اه مثلا زي بزرة لامونة ولا حاجة وانا بقلب كده يمكن اقدر ان انا بص لو لقيت فيها اي حاجة ابقى برضك بشواخد بالي منها ااخد بالي منها بصوا شايفين زي الكريم بالزبط جدا هابدأ بقى ان الخلطة دي استخدمها زي ما قلتلك تحت القبط اه استخدمها على الرقبة بلاش البشرة هي مش هتضرها بس يعني الافضل بلاش البشرة اه عشان خاطر بس ايه يعني المعجون والبكنج بودر ويه كمان حطين لمون فهيبقى جديد شوية على البشرة وهيبقى فيها سنة حرقان فبلاش من البشرة اهنا خلنا في الرقبة الرقبة مش هتحرقنا ولا هيجرلنا حاجة وكمان تحت القبط في الرقب في الحاجات اللي هي زي كده تمام انما بلاش الاماكن الحساسة من تحت عشان خاطر ما يعملكيش التهابات او حساسية ده كمان لو انت ورشتك حساسة هتتبهدي فبلاش الخلطة دي للبشرة الحساسة اه اللي هي بتبقى في الاماكن الحساسة هبدأ بقى نحط في الجزء ده انا عايزة بس اوريكي جزء عشان اوريكي التفتيح وهسيبها بس تنشف شوية وابدأ ازبطها بس بالمنديل عشان هتبدأ تنزل تسح مني كده فهبدأ بقى اسيبها كده خلاص هحاول بس ان انا حطي كمية حلوة كده زي ما اتفقت معيكي ولتلك لما تيجي تحط ماسكي في اي حتة اللي يزم نحط كمية حلوة هنا خلاص اتهى حوالي عشر دقايق تنشف وهبدأ بقى ان انا امسح الجزء اللي انا حطيته بسطول منديل زي الفل وزي الاشتا عشان بس محدش يقول ايه لا دي الوصفة حط حاجة ومش حاجة اهو انا بمسح قدامك بغل وكمان بمسح قدامك بالطريقة اهي عشان تشوفي كويس انا مسحتها هوت من ناحية دي تمام انا بقى عايزة اوريكي لو انت شايفة في خط كده هو لو هو في النص بين الحتة اللي انا عملتها والحتة التانية انا ما عنديش اسمرال الحمد لله لان انا دايما بهتم بنفسي فانا بس بحاول اوريكي الحاجات البسيطة اللي انت تقدر تستغليها او تعمليها بصوا طبعا يا بنات الاهتمام بالنفس ده حاجة كويسة جدا انت ما يجلكيش اي اسمرال في اي مكان وكمان الدنيا تبقى معاكي مصبوطة وتمام التمام فنحاول على قد ما نقدر الاهتمام بالنفس والمسكات دايما ولازم نعمل مسكات ووصفات طبيعية كتير دايما اه طبعا الوصفات الطبيعية بتحاول تديكي نتيجة بس ببطء شوية بس احسن ما حطي حاجة فيها كيمويات والدريني لا انا بحب الحاجات الطبيعية الحاجات اللي فعلا ربنا اه خلقها خلقها لنا ان احنا نجيب منها فوائد كتير وكمان على فكرة فيه مكونات كتير وكريمات كتير بتتباع فيها مكونات اه طبيعية كتير فالافضل ان احنا نعمل حاجة في بيتنا وحاجة عاملنا بيدينا وعارفين احنا عاطين فيها ايه وحاجة احنا يعني عارفينها انا هنا بقى خلاص حاطيتها على رقابتي كلها زي ما انت شايفة عشان افتح كل الدنيا دي بصوا هبدأ بعد انا امسح كله والمفروض ان احنا نخسلها بس انا بمسحها عشان خاطر اوريكي اه النتيجة قدامك يعني مشان ما بقاش روح كده ولا كده لا يبقى الدنيا كلها قدامك همسح كده كويس جدا وابدأ بقى ان انا خلاص هروح اخسل رقابتي وهاجة اوريكي النتيجة الاخيرة شايفين تحط بقى انت الكريم المرتب الافضل بتاعك بعد الوصفة عشان خاطر ما يبقاش اه جلدك يعني ناشف لا يبقى كده طري ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس وبي باي